السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم كثير من الطلاب يظنون أن هذه العلامة أو هذه النقطة الصودة التي في كلمة اتق الله يظنون أنها علامة التسهيل فيقرؤون بالتسهيل فيظنون أن هذه همزة مضمومة فمكسورة والصحيح أنه لا تسهيل في هذا الموضع لأن هذه النقطة دلت على الابتداء بالكسر اتق الله وهذه همزة وصل ليست همزة قطع فليصح هنا التسهيل فتقرأ يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين إذن لا تسهيل في هذا الموضع وهذه العلامة السوداء تشير إلى الابتداء بالكسر حال الابتداء اختبارا ترجمة نانسي قنقر